السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم محمد جوهر مفريق سمارت تيم في هذا الفيديو سأكمل شرح عن اللانجوج أكثر وعن العمليات التي تتم على اللانجوج ففي عندي في هذا الفيديو عندي ثلاثة لانجوج اللوان اللي هي تكون من كلمات A B فاصلة A فاصلة B A B وعندي L تولي تكون من A وعندي L 3 فيها بس كلمة واحدة اللي هي بيئة هلأ من العملية اللي ممكن أعملها على اللانجوج اللي هي عملية الاتحاد وعملية التقاطع ودفرنس بين two languages وعملية الدوت اللي هي تضرب لللانجوج او ناس اللي كنت عامل مع string انه دمج ل two strings هلأ هنقدر نعمل دمج ل language اللي هتم دين لاجونج مع بعض في البداية اش هي الاتحاد طبعا منعرف اللي هو الاتحاد بين مجموعتين اللي هو كل عناصر موجودة في المجموعة الاولى زائل العناصر موجودة في المجموعة التانية وهون بالنسبة للغة نفس الشيء الكلمات موجودة في اللغة الاولى زائل الكلمات موجودة باللغة التانية مع بعض فعندي L1 اتحاد L2 رح نمسك L1 و L2 ندمجهم مع بعض اللي هو كلمة A و B ثم A ثم A ثم B الآن A موجودة أصلا فلا سأضع B B سأرجع أضيفها فهذه هي الاتحاد ل two languages اللي هو الكلمات الموجودة في اللغة التانية مع بعض بالنسبة للتقاطع L1 و L2 التقاطع بينهم هو الكلمات الموجودة في الجهتين موجودة في L1 و L2 بالنسبة A B ليس موجودة في L2 فلا سأضعها A موجودة في A و L1 و L2 سأضع A B A B ليس موجودة بالتانية B B ليس موجودة بالتانية فقط هنا فعندي A A هي فقط للتقاطع بين هذه اللغة التانية هذه هي الاتحاد والتقاطع بالنسبة للتقاطع L1 يعني مثلا ناقص L2 وهي الكلمات الموجودة في L1 و ليس موجودة في L2 فعندي A B سأذهب إلى L1 سأذهب إلى L1 سأذهب إلى A B موجودة في L2 إذا موجودة لا سأضعها لكنها ليس موجودة فقط في L1 و ليس في L2 سأضيفها للتقاطع فعندي A B هي موجودة في هذه المجموعة A موجودة في L1 و في L2 فلا سأضيفها B A B موجودة في L1 و ليس في L2 سأضيفها طبعا هون ما سأنزل على L2 فقط سأذهب إلى L1 وهي البداية وبقارن مع L2 إذا موجودة لا سأضيفها إذا لم يوجودها A موجودة لا سأضيفها B A B موجودة لا سأضيفها لذلك لذلك سأضيفها لذلك B B موجودة في L3 فلا سأضيفها هنا صدفة معنا هي المجموعة لذلك و لكن لذلك الضرب او الدمج الثري دوت ال 2 الى انت وين بلشت بلشنا بل 3 رح نمسك كل عنصر في ال 3 وندمجه مع كل عنصر في ال 2 فنمسك بي ا ندمجها مع ا بعدين بي ا ندمجها مع بي بي فبتطلع معي بالاول بي ا ندمجها مع ال ا اللي هو بي ا ا ومع ال بي بي ا بي بي يعني اول شي بي ا بعدين بي بي هذه هي عملية الدمج بين ال 3 و ال 2 لو ضفنا كمان مثلا ال 2 دمج ال 1 اللي هي حنبلش بل 2 بعدين حضيفها مع ا بي مع ا مع بي ا بي يعني سريعا ا مع ا بي ا مع ا ا مع بي ا بي 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 رح تروح اول شي مع بعدين مع ا بي بعدين مع بي ا بي فبي بي ا بي بعدين بي بي ا بعدين بي 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 ا بي هاي هي الدمج ل ال 2 ضرب ال 1 لو في اشياء مشتركة منشطبها لانه عبارة عن مجموعة والمجموعة التكرار ما فيه لداعي طبعا لو موجودة ما فيه مشكلة بس الافضل انه نشيلها هلا زي ما فيه ضرب هاي تسمى ضرب فبرضه فيه قوة يعني L1 قوة واحد هتطلع L1 قوة 2 اللي هي L1 دوت L1 تمام اللي هي تدمج L1 مع نفسها تمسك AB مع AB و مع A مع BAB و L1 مع A مع AB و A مع BAB وتنسك BAB مع AB و مع A مع BAB هذه هي L1 ضرب L2 ضرب L1 اللي هي L1 تربيع L1 تكعيب هلا لازم تنتبه انه لازم تبلش بL1 بدون ولا اشي بعدها تضربها بL1 تربيع فتحسب L1 تربيع بعدها تضربها بL1 فL1 ضرب L1 تربيع من بلش بL1 دائما عشان هيك حطت الكوهاي اللي هي قاعدة L1 قوة N تساوي L1 عادي ضرب L1 قوة N ناقص واحد هلا تثبط بس لما تكون N أكبر من واحد لو كانت صفر فعندي L1 ضرب N قوة ناقص واحد اللي هي صفر ناقص واحد سالب واحد هي تثبط بس تصفي لأنه L1 قوة سالب واحد لا نعرفها هلا أي شيء قوة صفر دائما نتعامل معه كحيادي بالضرب العادي للأرقام خمسة قوة صفر تطلع واحد الواحد هو القيمة اللي نضربها بأي شيء ستظل حيادة ستظل زي ما هو خمسة ضرب واحد ستة ضرب واحد ستة وهكذا فهون بدي أي مجموعة أضربها بL1 تظلها زي ما هي يعني L1 قوة صفر آسف يعني لو بدي أحكي L2 ضرب L1 قوة 0 ستظلها L2 بدون يعني هاي ما تأثر ولكنها موجودة المجموعة الصحيحة لهذا الشيء اللي هي المجموعة اللي فيها بس لمدة لي لأنه كل كلمة أو كل كلمة جوه هاي المجموعة سنضرب فيها L2 فمثلا L2 اللي هي A سنزمجها مع اللمدة ستصير A والBB سنزمجها مع اللمدة ستظلها برضو BB فصفت معي مجموعة فيها لمدة مش لمدة صفت معي ABB اللي هي نفسها L2 تمام فالمجموعة اللي بضربها بأي مجموعة تاني بتظل نفس المجموعة اللي هي اللمدة أو المجموعة اللي فيها لمدة يعني مجموعة فيها لمدة طبعا ممكن نحكي انه طب مجموعة فاضية مجموعة فاضية انت ما في اشي تضرب فيه فداهم الجاوب صفر يعني زي كأنا كدرطت صفر هلأ هاي المجموعة تمثل الواحد الفاي تمثل الصفر بينسبة للمجموعات المجموعة اللي فيها بس لمدة تمثل واحد نرجع نعيد انت ما تضرب خمسة ضرب لما يعطيك خمسة لا لان الواحد حيادي نفس الشي بدي نضرب مجموعة لغة بمجموعة تعطيني او بلغة تعطيني نفس اللغة اللي أبليها يعني خمسة ضرب واحدة وع diligently ضرب الان تعطيني للمجمها لانه من اضع ال L2 التي هو L2 لانه A دمج المجموعة اency даже BB بي بي دمج اللمدة حظ لها بي بي فتطلع A.B اللي هي نفسها L2 فتطلع معي المجموعة اللي هي L1 قوة صفر اللي هي مجموعة اللي فيها فقط لمدة L1.phi حظ لها phi تمام لم نتحدث L1.lambda لانه اللمدة عبارة عن string و L1 عبارة عن لغة فممكن احكي انه هاي لغة وفيها بس ثم disposable لانه شي قليلا عندي شئ اسم لغة الكلوجر الكلوجر ملك كل الكلمات اللي ممكن تتطام لها من خلال L1 يعني كل الكلمات اللي ممكن اطلعها من L1 تسمى كلوجر فعندما عندنا اللغة Be A الكلمات الممكن اطلعها منها الكلمية كالتدا من المغزم تسمى l стал المغزم another سوف نرى هؤلاء من الشرح تحت شو معناها او نكتب شو جاوب هاي اول شي ممكن اعمل سترنج فاضي حتى لو عندي هاي الكلمة فقط ممكن اعمل سترنج فاضي تسوي ممكن احكي بي اي لحالها ممكن احكي بي اي بي اي ممكن احكي بي اي بي اي بي اي تمام هلا هون بكل موضوع اوسع احكي لمدة اي بي بي اي بيب اي بي بي اي بي بي اي وهاكذ Russian لكن انها كلمة واحدة احكي من انها ا Pink كلمات الموجودة عندك أو الكلمات الموجودة ديواللغة فتعريفها الرياضي للكلوجر وهو L1 قوة 0 اتحاد L1 قوة 1 قوة 2 اتحاد L1 قوة 3 إلى المال لأن الكلمات حضرها تتكرر ومستحيل تنتهي أنا أعطيك حرف 1A يجب أن تطلع منه كثير كلمات يجب أن تطلع A 2A 3A فالكلوجر غير منتهي هناك أيضا بالنسبة للألفابت لأنني ألفابت فيها AB ويجب أن تطلع منها كل الكلمات الممكن أطلعها من A وB لديك أيضا A لحال AB وهكذا ويجب أن تطلع ويجب أن تطلع أيضا سننهي هنا ونكمل في الفيديو القادم عن Set Builder بالنسبة للغاية وإن شاء الله تكونوا استفدتم ويعطيكم ألف عافية سنكمل هنا عن Set Builder Notation Set Builder Notation ويجب أن نعرف اللغة خلال الكلمات الموجودة فيها نعرف اللغة من خلال تعريف هذه اللغة يعني أنا مثلا عندي لغة طويلة فيها كل الكلمات التي تبدأ بحرف A فلا أستطيع أن أكتب A وAA وAB لو كان الألفابت صغيرة AB ستكون الكلمات غير منتهية لذلك أنا بحكي L1 تساوي W حيث W contains A أو فيها حرف A ليس تبدأ في حرف A يعني أي كلمة فيها حرف A هي صحيحة تنتمي لهذه اللغة فاللغة هذه كبيرة فأنا بريح حالة تعريف إلها ولا هكذا بيكون ضميتها كامل هذه الفكرة تسمى Set Builder بالنسبة للغاية فهون عندي بالنسبة لهذه اللغة AB AB تنتمي لL1 PB لا تنتمي لها حرف A PA تنتمي لها حرف A اللمدة لا تنتمي لأنه يتحدث لك لازم الـ W لازم يكون فيها حرف A لو على الأقل مرة واحدة الآن سأعرف مثلا عن طول طول هذه اللغة W طول W أكبر من 2 طولها يكون أكبر من 2 فأي كلمة خلال هذه اللغة يجب أن تكون طولها أكبر من 2 لو نأتي على هذه الأمثلة AB AB تنتمي لL2 PB لا تنتمي لL2 PB لا تنتمي لL2 لأنها حجمها تساوي 2 يجب أنها أكبر من 2 PA لا تنتمي لL2 وم لم تنتمي لL2 لأن طول اللمدة كم كانت طولها 0 L1 تقاطع L2 تقاطع بالنسبة للـ Set Builder تقاطع لك الكلمة تحتوي على A طولها أكبر من 2 عندما نأتي بـ Set Builder ستكون W حيث W contains AND طول W أكبر من 2 هذه هي بالنسبة للتقاطع L1 اتحاد L2 ستكون OR بالنسبة للتقاطع هو AND الاتحاد هو OR ف W contains A OR طبعا الـ OR يام نحكي هاي الإشارة وهي إشارة الـ OR طبعا نفس الاتحاد بس ع شكل حاد والآن نفس الشيء على شكل 8 وهنا شكل 7 OR W طولها أكبر من 2 بالنسبة للـ الـ الـ عكس L2 ماذا عكس L2؟ تكون الكلمة أقل أو تساوي 2 طولها فأي كلمة طولها أقل أو تساوي 2 هي صحيحة فبحكي W حيث طول الـ أقل أو يساوي 2 هايك بكون عملت الـ 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 و يتكلم عن مباشرة و ليست مختلفة و ليس مختلفة و ليست مختلفة و ليست مختلفة فيمكنكم أن أحد اخدام و هي مختلفة و هي مختلفة و هي مختلفة و هي حرف اخر ثانية فقط أخبره أن اللمدة موجودة هنا لا يجب أن تكون بالكومليمنت هنا اللامدة موجودة بالكومليمنت نعم، لأنه اللامدة لا تحتوي A يعني اللامدة تنتمي ل L1 كومليمنت ولكن إذا قلت و حيث W لا تحتوي B فهذا ستكون لا تنتمي وهذا سيكون غلط L1.L2 هذه هي عبارة عن كيف أني أعرفها ستحكي لي أنت W و V مثلا كمتين جنب بعض حيث W contains A و and V contains طول V أكبر من اثنين تمام؟ الفكرة أن هنا W و و و و L2 تنتمي ل V و طول V أكبر من اثنين تمام؟ كيف أريد أن أعرف إذا الكلمة تنتمي ل L1.L2 أحاول أن أجزئها لجزءين الجزء الأول ينتمي ل L1 الجزء الثاني ينتمي ل L2 فهو يمكن أن L1 تحتوي على A L2 طولها أكبر من اثنين فهو يمكن أن أقسمها لهذا القسم وهذا القسم فهي تنتمي ل L1.L2 A B A B B B A أحاول أن أقسمها أكبر من ثلاثة أكبر من اثنين و أحاول أن أقسمها فهو يمكن أن أقسمها هذا الاسم هنا 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 حرف A في الأول و B A B A B يمكن أن تنتمي ل L2 لذلك تنتمي P P P A إذا أعطيت كلمة تحتوي على A و كلمة أكبر من ثلاثة حال تحتوي على A يمكن أن نأخذ هذه لأنها يجب أن نكون في البداية و بعدها أكبر من ثلاثة فإذا أخذت هذه و أمضي هذه بس ل L2 فلا ستزبط وإذا أخذت هذه ل L2 فلا ستزبط هذه لا تنتمي ل L1.L2 يعني هذه لا يمكن أن نقسمها اسمين أنه تنتمي واحدة لألون و واحدة لألتو تمام وربعة طبعا هون نفس المثال بس زاد لي هون كمان شوية اللي هي اي بي هون صار بقدر أقسم مثلا هذا الاسم اللي هو فيه حرف ال ا وهذا الاسم طوله أكبر اكبر اثنين طوله ثلاث فالاسمين هدولة مدامين بقدر أقسمه هاي القسمة فهو ينتمي لألون دوت ألتو يعطيكم الف عافية